تعالي بقى اقولك هنعمل ايه العصير رمضان و ايه اللي احنا هنجاهزه طبعا احنا بنعملش تفرزات احنا بنجاهز بس شوية عصير كده تنفعنا في الصيام وتعوض القمية الغذائيات تاعتنا اللي بنفقدها وتدينا سكريات في جسمنا لان بنبقى فقدين من جزء كبير من السكريات نسمي الله كده ونصلى على سيدنا محمد رياه اوضل الصلاة والسلام واقولك انا اشتريت شوية الفراولة دول حوالي 2 كيلو جبتهم السوق نقيتها طبعا فراولة كويسة ما تكونش مهرية ما تكونش فيها اي شيء غريب وابدأ كده يقصلها تحت الحنفية وبشيل الوردية بتاعتها وابدأ لو اي بقية فيها سودة او مكان الوردية كده حاجة بشيلها برضو بالسكينة بابدأ اقطعها كده كطع او شرايح حسب ما انت شايفها كده اي طاطية انت حباها وابدأ جهز الخلط عندي وهقولك برضو كم تركاية كده هتعمليها هتقلل الفايدة بتاعتها عالية وهتبقى تعوضك فيتامينات سي وهتبقى جاملة معك عندي كده اجزأت كده الفراولة بتاعتي كده هفضل اعملها كده لحد ما تبقى معايا تمام التمام وصفيها في مصفة زي ما انتوا شايفين اجاز حوالي كوباية من السكر بالمعيار حسب ما انت حب السكر هتضفيه وعمعيا فانيليا ومعيا عصي يعني فصل لمون اولا الفصل لمون ده بيزاجود لكمية الفيتامين سي فيها وفي نفس الوقت بيحفظها لي فترة اكبر وببدأ كده اقطع الفراولة بتاعتي بقيتها وهوريكه برضو هعمل ايه وكل ده طبعا الفراولة بتاعتي من الصفية وجاهزة على الايه على العصر على طول بدأت كده من جاهزة الخلط بتاعي وهجاز اللبن بتاعي حوالي لتر من اللبن او لتر الاربع وكان عندي بصراحة لتر الاربع عايزة تزاودي مية اضيفة عليه مفيش مشكلة عايزة تزاودي كله لبن مفيش برضو مشكلة بيبقى جميل وقمت بتبقى كل ما زاودتي اللبن كل ما قمت بقيت علي معاكي بدأت كده خلاص الفراولة بتاعتي اقطعت كاملة بالشكل ده هبدأ كده جاهز الخلط بتاعي وهبدأ انزل باللبن بالشكل انتو شايفون بس ادريجيا مش هنزل بيه مرة واحدة وهنزل بالسكر برضو وهرجاء هنزل بفراولة جزء برضو جزء مش هحاول ان انا اضغط على الخلط قوي وش نفس الوقت يديني ميكس كويس ما تسقطش معايا بابدأ اعمله على جزء اين جزء الاولين اعملت فراولة كده الاول شافشا بدأت كده بالشكل ده هو حوالي لتر لتر وشوية في الاول بدأت ازودت وعصرت عصرة اللمونة بتاعتي اللي هو الفاص وبدأت انزلت بالفانيلي بدأت كده اديتني الايه القوام اللي انتو شايفينه ده هبدأ بقى عندك ازاستين عاديين هبدأ الاول هخطته في درق او شافشا عشان اعرف اصب في الازايز لاني عناف الفريزر هبدأ كده خلاص انا كده جهزت العصير بتاعي في الشافشا وبقى تمام التمام هبدأ انزل بقى بالشافشا بالشكل ده واملى الازايز بتاعتي انا كان عندي ازاستين سبيروس باتس دي وسيناكولة بدأت مليتهم بالشكل ده دولا هيبقوا معاك ماشاء الله ممكن الازايزة تكفي يوم او يومين على حسب ما انت يحبه وعلى حسب العيلة عندك وكل عمونتم بخير ان شاء الله غدأت كده خلاص خلصت كده الازاستين يدوبك اللتر اللبن عملي ايه مع اضافات الفراهولة مع الحاجات القططة عملي ازاستين كبار بالشكل ده حوالي لترين هبدأ كده خلاص صفيته يعني حطيته في الازايز بتاعتي طبعا العصير ما بيستفاش هو بتحط بس في الازايز حطيته في الدرق وبدأت بفضيته بالشكل ده شايفين حبيبي شكله بعد ما تفضى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه القمر ده احلى فراهولة كل عمونتم بخير اشتركوا في القناة عملي انشها اشتركوا في القناة يوضجين